أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على مواصلة متابعة جهود خفض أسعار السلع في الأسواق وأشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة إلى المؤشرات الإيجابية التي تم عرضها خلال الاجتماع الخاص بمخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع وعلى رأسها انخفاض أسعار الخبز السياحية وكذا العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية في المتاجر المختلفة مع تحقق وفرة نتيجة الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج إلى جانب التأكيد على التغيرات الإيجابية في أسعار مختلف السلع كما وجه مدبولي بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به على أن يتم عرض أي مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطنية خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها وبالتالي من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأنها خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم خاصة الثانوية العامة التي تؤهل الطلاب للنظام الجماعية